طريق تحصيل الحكم الشرعي الذي يلزم المكلف الآن يوجد له مدرستان المدرسة الأولى هي المدرسة المعروفة والشائعة بالذات في هذه الأزمنة وهي المدرسة الأصولية بدءا من تأسيسها الأخير الأكبر على يد الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه وقبله صاحب الجواهر ومن تلاه من الآخند وتلامذته وتلامذته من النائين والحكيم والخوء والمراجع الموجودون فعلا وهم معاصرون أغلب الشيعة اليوم هم يقلدون مراجع ينتمون إلى المدرسة الأصولية هذه المدرسة ترى لزوم الإجتهاد على المجتهد وأنه بهذه الطريقة يحصل على الحكم الشرعي من خلال استنباطه إياه من أدلة أربعة هي القرآن الكريم وآياته وسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وأئمة الهدى عليهم السلام وبعد ذلك من العقل حيث أن ما حكم به العقل حكم به الشرع وأخيرا بالإجماع إجماع الطائفة إذا أجمعت على حكم من الأحكام كان ذلك دليلا على أن قول المعصومي في هذا الحكم المجمع عليه هذه المدرسة هي المعاصر الآن وهي المقلدة الآن في عموم العالم الشيعي ومنذ حوالي 250 سنة إلى هذه الفترة هي المدرسة الأبرز والأقوى والأعظم في الوجود الشيعي المدرسة الأخرى هي المعروفة بالمدرسة الأخبارية المدرسة الأخبارية تمنع الإجتهاد وتقول إن وظيفة الفقيه ليست الإجتهاد وإنما هي أن يتعرف الفقيه على الأحكام أحكام أهل البيت من خلال رواياتهم وأخبارهم وينقلها إلى الناس هو عبارة عن جسر يطلع على أحكام المعصومين وأخبارهم وينقل ذلك بعبارات أوضح إلى المكلفين ولكن لا شأن له في قضية الاستنباط والإجتهاد الإجتهاد يقولون هذا ممنوع غير جائز ثم يرون أن الأدل في حقيقتها ليست أربعة وإنما هي دليل واحد لأن القرآن الكريم كما يقولون لا يفهم معانيه وبطونه وأحكامه الحقيقية إلا أهل البيت عليهم السلام فإذا لمعرفة أحكام القرآن لابد من الرجوع إلى أخبار الأئمة نجي إلى العقل العقل يقولون إذا كان في قضايا حسية أو شبيهة بالحسية كالرياضيات اثنين زائد اثنين يساوي أربعة هذه يكون العقل فيها دليلا وأما في القضايا النظرية ومنها قضايا الأحكام مسائل الدين فالعقل لا يستطيع أن ينتهي إلى نتائج دقيقة وصحيحة فيها ممكن أن يخطئ والشاهد على ذلك في رأيهم اختلاف آراء الفقهاء في هذه القضايا النظرية مع أنهم كلهم يستعملون عقولهم مع ذلك النتائج تكون نتائج مختلفة فإذا العقل لا يمكن الاعتماد عليه خاصة إذا تعارض معه شيء من النقل شيء من أخبار النبي شيء من أخبار أهل البيت ذاك الوقت إحنا لازم نروح ونقبل ونقدم أخبار أهل البيت على أحكام العقل هكذا يقولون فإذا صار المرجع وين الأخبار أخبار أهل البيت الإجماع أيضا نفس الكلام يقولون الإجماع عندنا الإمامية ليس حجة إلا إذا علم أنه يكشف عن قول المعصوم أو عن رأي المعصوم فإذا رجعنا إلى قول المعصوم كيف نعرف قول المعصوم من خلال الأخبار صار القرآن لا بد لفهمه من الأخبار العقل إذا تعارض مع أخبار أهل البيت نقدم أخبار أهل البيت والنبي الإجماع لا قيمة له إلا بكونه كاشفا عن قول المعصومين فإذا نرجع إلى أخبارهم فالدليل ليس أربع في رأيهم وإنما هو واحد وهو أخبار أهل البيت ولذلك سميت هذه المدرسة بالمدرسة الأخبارية وقد تسمى بمدرسة المحدثين ولكن الشائع على الألسنة وفي الكتابات هو الأخباريون والمدرسة الأخبارية هذه المدرسة كان لها بدايات قديمة جدا مما يسمى بالمدرسة الأخبارية الأولى أو القديمة ذاك الوقت ما كانت المنهج الأصولي متبلورا بعد كان عندنا محدثون جمعوا الأخبار في مجاميع حديثية مثل ثقة الإسلام الكليني جمع كتاب الكافي مثل الصدوق جمع كتاب من لا يحضره الفقيه مثل شيخ الطائف الطوسي جمع الأحاديث بالذات في الأولين الكليني والصدوق يقول هؤلاء أنه كانت النزع الأخبارية واضحة عندهم كان اعتمادهم على الحديث وعلى أخبار أهل البيت ويعدون هؤلاء من فئة المدرسة الأخبارية القديمة والأولى في القرن التاسع الهجري يعني في حدود سنة ألف وثلاثة وثلاثين بدايات القرن التاسع الهجري بدأت مدرسة بدأ الفكر الأخباري والمدرسة الأخبارية تتبلور في أفكار واضحة وإلى حد ما محددة وتبعد المدرسة الأصولية عنها تنعزل عنها ولا سيما في أيام المرحوم الشيخ محمد أمين الاسترابادي صاحب كتاب الفوائد المدنية هذا إجا إلى المدينة المنورة وبقي فيها مدة من الزمان وجاء إلى مكة المكرمة وبقي فيها مدة أخرى وصنف كتابا باسم الفوائد المدنية في هذا الكتاب بلور نظرية المدرسة الأخبارية وقال ترى شغلكم يا أيها المجتهدون الأصوليون شغل غلاط لأن هذا المسير مالكم ينتهي إلى إبعاد أخبار أهل البيت ولا سيما أنتوا تقولوا هذا حديث صحيح وذاك ضعيف وهذا معتبر وذاك غير معتبر لا إحنا كل أحاديثنا معتبرة ومقطوعة الصدور في الكتب الأربعة ما عدنا حديث إحنا ضعيف أو لا يعمل به كل الأحاديث صحيحة فإنتوا إذا جيتوا وقلتوا هذا ضعيف السند وذاك غير معتمر غير معتبر خليتوا الناس تبتعد عن أخبار أهل البيت بعدين هذا الإجتهاد اللي أنتوا جايبينه هذا إجتهاد مو من تراثنا وإنما من المدرسة الأخرى من المدرسة السنية بل أكثر من هذا كل علم الأصول أنتوا جايبينه من هناك ما عدنا إحنا في المدرسة الشيعية شيء اسمه الأصول وإنما هو تسرب من المدرسة الأخرى هذا جابه وإضافة إلى سائر أفكار وكانت لغته لغة شديدة في فصل المدرسة الأخبارية عن المدرسة الأصولية من ذاك الوقت إلى مئتين سنة قرنين من الزمان كان هناك علماء من المدرسة الأخبارية وكتب شديدة في أمر الفصل بين المدرستين الأخباريون يخطئون مسلك الأصوليين بقوة ويهاجمون أفكارهم وينتقدونها بعنف طيب إلى بعد مئتين سنة تقريبا بدأ الأمر يهدأ يعني بعد زمان الميرزى محمد الأخباري اللي قتل رحمة الله عليه وكان بينه وبين شيخ كاشف الغطاء مواجهة شديدة جدا على أكثر من مستوى بعد تاريخ الميرزى محمد الأخباري يعني في حدود سنة ألف ومائتين وعشرين ثلاثة وعشرين تقريبا بدأ توجه يميل إلى الهدوء فيما بين المدرستين ولا سيما مع بروز عدد من الفقهاء في المدرسة الأخبارية حاولوا أن يزيلوا حالة التشنج لصالح حالة التداخل ومن أبرز هؤلاء المرحوم الشيخ يوسف البحراني رضوان الله تعالى عليه صاحب كتاب الحدائق الناظرة شيخ يوسف من أعاظم المحدثين وهو أيضا عند الأصوليين فقيه محقق على درجة عالية من العلم ويعتبر كتابه الحدائق الناظرة من الكتب المهمة جدا في الحوزات العلمية التي لا يستغني عنها العلماء الأصوليون في المباحثة في المناقشة يوافقون رأيه يخالفون رأيه إلى غير ذلك ونقل عن بعض أعاظم العلماء أنه لا يستغني عن كتابين في البحث مهما تكون الأسباب جواهر الكلام والحدائق الناظرة للشيخ يوسف البحراني جواهر لصاحب الجواهر شيخ محمد حسن النجفي والحدائق للشيخ يوسف البحراني هل قد كان الرجل على عظم علمية فبدأ منذ ذلك التاريخ شيء من الهدوء يحل محل حالة التشنج والمواجهة بين المدرستين وكان من ضمن ذلك أعمال الشيخ يوسف البحراني رحمة الله عليه كتاباته المختلفة لحن كلامه توجهاته وجوده في كربلا في وقت الذي ازدهرت فيها أيضا المدرسة الأصولية أيام الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه في كربلا فزال ذلك التشنج بالتدريج وظل اتجاه التقارب والتمازج ينشأ في المدرسة الأخبارية والمدرسة الأصولية وضمن هذا الإطار كانت بيئة المرجع الديني المرحوم الشيخ محمد أمين زين الدين البحراني أصلا البصري مولدا محمد أمين محمد أمين